بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا في معظم دول العالم حذرت هيئة الدفاع عن المختطفين من تعرض حياة المعتقلين في سجون ميليشيا الحوثي للخطر جراء ترد الرعاية الصحية فالميليشيا لم تعتبر الحياة يوماً شيئاً مقدساً حتى تحافظ عليها ليست رد الرعاية الطبية هي ما يهدد هؤلاء فقط فالسجون مكان خصب لانتشار الفيروس الأعداد الكبيرة والازدحام في مساحة محدودة قد يحول هذه المعتقلات إلى مكان للموت الجماعي وقد يدخل اليمن في معاناة وعزلة طويلتين يستعيد فيها الشعب تاريخ الأئمة المرتبط بالأوبئة والعزلة والمرض عضو هيئة الدفاع عن المختطفين عبد المجيد صبرا قال إن مناعة الكثير من المعتقلين تحت الصفر نظراً لرداءة العناية الطبية صبرا أشار أيضاً إلى أن ميليشيا الحوثي تحتجز أعداداً كبيرة من المعتقلين في غرفة واحدة يفتقرون للنظافة الصحية والتهوية ولا يتعرضون للشمس وبحسب صبرا فإن العديد من المحتجزين مصابون بأمراض خطيرة نتيجة لتلك الظروف أما في شبوى فقد قررت السلطات القضائية الإفراج عن 43 سجيناً في مدينة عتق ضمن الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا السلطات أقرت الإفراج عن من أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة لأصحاب القضايا التي لا تشكل خطراً على السلم الاجتماعي والأمن بعد إحضارهم الضمانات التجارية خطوة الحكومة هذه ليست كافية للسيطرة على الوباء في حال انتشاره إن لم تكن ضمن استراتيجية واسعة لمحاصرة الفيروس ومنعه من إضافة ندبة أخرى إلى وجه اليمن المليء بالندوب